أكثر عن حرية العملات والأسواق العالمية ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي مدير قصب الأبحاث بشركة إكوتي جروب رائد الخضر أهلا ومرحبا بك رائد نبدأ الحديث بالصورة العالمية وبالتالي كان هناك تراجعات قاسية يوم الأثنين على مؤشر داو جونز وأيضا على وولد ستريت بشكل عام وشهدنا أمس كانت جلسة متذبذبة جلسة فيها تقلبات كثيرة انتهت بالارتفاع وبتحقيق المكاسب كيف ترى الصورة الآن في الأسواق العالمية كيف قرأتها حقيقة يعني تماما مثل ما استطلت ابتداء الأسبوع باثنين أسود جديد الأول هو في العام 2018 طبعا الغبوط الحاد بنتيجة الضغوط البيعية الكبيرة التي كانت مبنية على تخوفات من التضخم ومن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية ولعل الأسواق الأسهم التي كانت تستفيد من الارتفاعات خلال العام الماضي كانت يعني عرضة لمثل هذه الضغوط بالاتجاه الحادث طبعا ومن ثم كانت كورة التلج ضغوط بيعية متتالية والسوفت آت من الماركت أدى إلى الهبوط الكبير لكن الولاتيليتي لا تزال كبير أو التذبدب لا يزال كبير جدا وهذا يفتح المجال إلى أي تعثرات جديدة في السوق ممكن أن نراها خلال تعاملات هذا الأسبوع بالتالي ارتدادة يوم أمس هي ضمن الولاتيليتي عالية وتضمن التذبدب كبير يعني هل برأيك رأيك سوف تستمر هذه التذبدبات والتقلبات وإلى أي مدى سوف تستمر لأن العقود الآجلة تشير إلى تراجعات تماما أيها الفكرة أنه لا يزال عندنا التذبدب بنتيجة التخوفات بنتيجة اضطراب المستثمرين وعدم رغبتهم بالمخاطرة بشكل كبير هذا اللي عميين حكيت مباشرة على الأسواق ويفتح المجال لمزيد من الهبوط الذي قد يستمر لأن الموجة العامة الآن هي موجة هابطة ولا تزال يعني تضغط في الاتجاه الهابط مثلما تفضلت طالما تضغط في الاتجاه الهابط بالتالي فيه عندنا احتمالية استمرار الاتجاه الهابط مع هذا التذبدب الكبير التذبدب الكبير هو مقياس لدعر والقنك في الماركت والولاتيليتي العالية هي مقياس للتخوفات الكبيرة من قبل المستثمرين وعندهم الرغبة بالمخاطرة بالتالي عند أدنى تراجع أو عند أدنى ضعف في الأسواق مجددا ممكن نشهد ضغط بيعي مجددا بالاتجاه الهابط خلال تعاملات هذا الأسبوع لأن الأحداث لا تزال رائد الدولار ما زال عند أدنى مستويتي في ثلاثة أشرك مع ذلك كل البيانات التي ظهرت يوم الجمعية إيجابية وتصب في مصلحة الدولار برأيك إلى أين يتجه الدولار في الفترة القادمة ولماذا لم يتفاعل مع هذه الأخبار التي تصب في مصلحته حقيقة الدولار الأمريكي حاليا مرتبط بشكل أكبر بمواطيات السياسة النقدية التي سيتبعها جيروم باول رئيس الجديد الفدرال الأمريكي بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لها تأثير أيضا طبعا لها تأثير كبير ارتفاع العوائد هو دليل على فقدان ثقة لدى المستثمرين وبالتالي لإجابة أكثر نحو البونز والسندات الخزينة ترتفع عنا العوائد بهذا الشكل فهي مقياسة على تخوف من قبل المستثمر إجمالا للإستثمار أو لدخولة الأسواق الأمريكية مبنية على عدم وضوح أو عدم ضبابية في مشهد السياسة النقدية وسياسة المالية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية تنعكس سلبا على الدولار الأمريكي في الوقت الحالي لحتى قد نراها بمستمر الضغط هذا حتى الاجتماع شهر مارت حتى نرى إمكانية تظهر الضغط الأحتمالية الآن 85% تتراجع عن 90% وهناك أثار إيجابية كانت على الذهب عموما واليين اللاباني لكن رائد سؤالي الأخير عن العملات المشفرة البيتكوين لديق الوقت بالتالي العملات الرقمية هناك كانت تراجعات أمس كسرنا حاجز مستوى 6 ألاف نقطة تقريبا فقدنا 70% من قيمته بخلال فترة قصيرة بعد وصولي لمستوى 20 ألف دولار عاود اليوم الارتفاع لمستوى 7 ألاف أو قلص من الخسائر عفوا لمستوى 7 ألاف وخمسمائة نقطة كيف ترى أداء العملات في ظل كل التقييد من قبل الجهات التنظيمية حول تلك أو حول التعامل مع هذه العملات حقيقة طالما في عندي ضغط أكثر من الجهات التنظيمية وطالما عندي حديث ومخاوف من شأن منع هذه العملات الرقمية سوف تبقى بهذا السلوك المتذبذب بالشيء الكبير وهي هي الطبيعة الخاصة فيها التذبذب العالي نحن شهدنا أدفاعات حادة جدا على البيتكوين وعدنا بعملية تصريحية وهي مو أول مرة ينخفض البيتكوين بهذه المسبة بالانخفاض إذا بدنا نحكيها نسبة وتناسب ولكن أيضا مزيد من الضغوط على منع هذه العملات الرقمية سوف يرتد على ضعف أكثر في هذه العملات ولكن حتى الآن لا تزال تظهر صمود نوعا ما بعودتها وارتفاعها اليوم تظهر أنه فيه إمكانية لعودة الارتفاع على هذه العملات الرقمية تحارب من عدة أطراف الكثير من الجهات الرقمية بالتالي هذه هي ردة الفاعل وهذه هي الهبوط الحاد الذي نشده ولكن طبيعة هذه الأدوات الاستثمارية أنها متكذبة بشكل كبير بالتالي ممكن جدا أن تعود للارتفاعات خلال الفترة القادمة نعم رائد خضر مضيق قسم الأبحاث في شركة إكوتي يوروب شكرا جزيلا لك شكرا